في القصة المحتلة مباشرة المعنى مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسي ومعها المزيد من التفاصيل أحييك دانا في ظل حديث نتانياه المستمر وتصميمه على الموضي قودما في الحرب على قطاع غزة هناك حديث آخر لما يسمى بالانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب فما المستحدث والتطور في هذه النقطة دانا بالفعل حساني وقبل قليل كانت قد بدأت مشاورات أمنية بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياه ووزير الدفاع وأيضا وزير الشؤون الأمنية القومية الإسرائيلية لمباحثة مراحل الانتقال إلى المرحلة الثالثة من هذه الحرب والتي يقصد فيها إسرائيليا بالمرحلة الثالثة أو المرحلة جيم والتي توصف أيضا عسكريا وإسرائيليا بأنها تكون عمليات جراحية لوصف دقتها أي أنها تكون لأهداف محددة محصورة الأهداف ويتم تنفيذها في مربعات أو بلوكات سكنية معينة وتستهدف قادة أو نشطاء في فصائل المقاومة الفلسطينية ننوه أنه تم تطبيقها في بداية الاشتياح البر العسكري في مدينة غزة وسط القطاع اليوم المنظومة الأمنية والسياسية تبحث الانتقال إلى المرحلة الثالثة في رفع وخاصة بأن جيش الاحتلال قبل أيام كان قد قال بأن العملية العسكرية في رفع في غضون أسبوعين سيتم الانتهاء منها على الرغم من بعض أوساط إعلامية تتحدث أيضا أن هناك مطالبات من جيش الاحتلال لتمديد هذه المدة الزمنية لاستمرار العمليات العسكرية وهذا يدلل على المعارك الضارية التي يخوضها جيش الاحتلال الإسرائيلي مع فصائل المقامة هناك لربما هذا يتماهى مع تصرحات بن يمين نتنياهو الذي ذكرها وقال بأن من يشكك بأن هناك قدرة إسرائيلية على القضاء على حماس فيجب هذا الوقت أن لا يكون فيه مجال للتشكيك بل العمل على الوحدة وبأن هناك دخلاء لإسقاط هذه الحكومة وما إلى ذلك وهذه الكلمات المكررة التصريحات المكررة التي يقول فيها بأن أهداف الحرب الثلاثة التي حددها بن يمين نتنياهو منذ السابع من أكتوبر تتحقق وما زال هناك أهداف يجب تحقيقها في هذه الفترة والحديث عن القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس لربما في هذا الوقت يكون هناك تحالف آخر من قبل نشطاء في المعارضة الإسرائيلية وهذا في خبر عاجل قبل قليل كان قد باركه لبيد هذه المنظومة أو هذا الحلف الجديد الذي يسعى رئيس حزب العمل يئير جولان إلى تشكيله مع عضاء في الحكومة الإسرائيلية من المعارضة الإسرائيلية ويقول بأنه يجب العمل على تشكيل منظمة كبرى تعمل على إسقاط هذه الحكومة الإسرائيلية وإيجاد حكومة بديلة لربما حساني جبهة جديدة تفتع على هذه الحكومة من الحريديم وخاصة قبل قليل في شوارع مختلفة من مدينة القدس كان هناك تظاهر للحريديم أي المتزمتين دينيا يرفضون الانضمام إلى الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي وخاصة بعد إعلان المستشارة القضائية للمحكمة العليا بأنه لا مسوغ قانوني يمنع هؤلاء المتزمتين من الانضمام إلى الجيش في ظل النقص في الموارد البشرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى أن بعض اللافتات التي كانت قد علقت في شوارع القدس لن ننضم إلى جيش العدو ووصفوا جيش الاحتلال الإسرائيلي بجيش العدو وقالوا أن مهامهم تقتصر على الدراسة الدينية وعلى دراسة التوراة لحماية هذه البلدة كذلك الحال حاولت شرطة الاحتلال إخراج وزير الإسكان الذي تهجم عليه الحردين إلى داخل سيارته أو على سيارته وحاولوا إنقاذه من هذا المكان ووسط محاولة للعنف كما تقول شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بياناتها ولربما هذا ما يقيف المنظومة الأمنية والسياتية بأن يكون هناك تحرط في الشارع الإسرائيلي تارة من اليسار الإسرائيلي والمعارضة وعوائل المحتجزين وتارة أخرى من اليمين المتطرف وكلها سيوه تضرب في هذا الائتلاف الحكومي الذي لا شك بأنه على حافة الإنهيار مع إمادة هذه الحرب ولربما كان هناك تصريحات اليوم مختلفة لقلانت وللبيد وغيرهم وكلهم يقولون بأنه لربما الآن يجري العمل على صفقة تبادل أو تقليل جسر الهواء الموجود بين فصال المقامة الفلسطينية وبين إسرائيل لضمان الانتقال إلى المرحلة الأولى ولكن كالعادة يلقون في المسؤولية وهذه الكرة تعود من جديد من قبل الإسرائيليين إلى ملعب حماس الذين يرودين القول بأن حماس هي من تعرقل هذه الصفقة عندما تحدثت عن تظاهرات اليهود المتشددين وعدم رغبتهم في الخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني كيف يمكن أن يعمق هذا الخلافات بين الإدارة السياسية الممثلة في حكومة طارق بقيدة ناتنياهو وما بين قادة الجيش الذين يتحدثون كما قلت دانا حول وجود نقص في أعداد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وهل يمكن أن تغير هذه التظاهرات من مفهوم جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحرب المستمرة على قطاع غزة وفي ارتكاب جرام الحرب كما يسميها هؤلاء المتشددون يعني لم أسمع السؤال جيدا ولكن إن كنت تقصد تظاهرات الحريبين فالحريبين يقومون في هذه التظاهرات تحديدا في الشوارع الرئيسية التي تصل سال أبيض عن القدس وكان هناك في الأسبوع الماضي إغلاق لشارع رقم أربعة هذا الطريق السريع الذي يفصل الخدس عن تنفيذ وكان هناك اعتداء من قبل شهرات الاحتلال نلاحظ العنب والضرب والسحل في هذه التظاهرات أكثر ما نلاحظها في اليسار الإسرائيلي أو في مظاهرات المعارضة الإسرائيلية ولكن دعنا نقول بأن لربما اتحاب هذه الفئة تحديدا أي الحريدين المتزمتين لربما يؤثر على تشكيل الاتلاف الحكومي يحاول نتنياهو حماية نفسه من انسحاب هذه الفئة من خلال إمادة أيضا أو تطوير أو تغيير في هذا القانون من خلال تحديد أعداد الداخلين إلى الخدمة العسكرية واضح ما تقول لو تسمعين أشكرك عديد التفاصيل دان أبو شمسي كنت معنا مباشرة من القدس المحتلة